تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيرفي سبورت اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد حلقة اليوم بعد فوز ميلان على إنتر الفوز اللي أعطى ميلان دافع كبير في هذا الموسم وخلهم يوثقوا أنه نهاية الموسم الماضي الممتازة ما كانت مجرد ردة فعل بل أنه بيولي ربما سيطر على هذا الفريق ووجد النظام اللي لازم يشتغل فيه عشان يحصد النتائج في هذا الحلقة رح نتحدث عن نقاط من هذا المباراة والقمة اللي صارت بس طبعا بدي أوضح أنه ممكن أجي على كونتي شوي والناس بتعرف أني أنا بحب كونتي لكن حاجة عليه شوي في الحلقة بس خلينا نوضح أنه عنده سبع غيابات وإحنا عارفين أنه عنده غيابات وبعضها ربما كان حيساعده اليوم كثير مثل سينسي مثل سكرنار كان ربما يفرقوا بهذا اللقاء بس بنتكلم عن المباراة اللي شفناها ما بنتكلم عن قصة حياة أنطونيو كونتي ميرا اللعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد بالأسماء المتوقعة واللي أصبحت أقرب للأساسية البلجيكي أليكسز على اليمين لياو باليسار وزلتان مهاجم وبالناصر وكيسي في النصف أيضا انتر لعب بخطة سعودنا عليه خلص ثلاثة واحد أربعة اثنين في الحال الهجومي أو ثلاثة أربعة واحد اثنين في الحال الدفاعية مع وجود حكيمة على اليمين برزيج على اليسار وإركسي على الدكة الرسالة اللي واضحة جدا من أنطونيو كونتي لما يجلس لعب بهذا الحجب بهذا الوزن بهذه الأهمية دكة في مباراة بهذه الأهمية أنه والله أنت مش من أولوياتي والكلام اللي بيطلع كثيرا بأي لحظة ممكن يطلع وهذا بدل غاية لما يجي العرض المقرع ومش هستبعد كثير يكون الموضوع بالشتاء لإعادة تمويل بعض الصفقات إذا ما تحسنت العلاقة بين المدرب واللعب خلونا نبدأ بالنقاط من هذا اللقاء ونبدأ بالنقطة الأولى اللي هي الهجوم على كولاروف المنطقي بعد اللقاء واللي أنا بعتبر دائما أن المعلقين بنقطة أو نقطتين بوجهوا الرأي العام بالسوشيال ميديا لما يركزوا على لعب أو لعبين هل كولاروف أخطأ؟ نعم هل عمل كارثة في الهدف الأول؟ نعم هل كان سيء في أول نصف ساعة؟ تحديدا جدا بس هل هو الملام؟ هنا السؤال لما يكون عندك ثلاثة قلوب دفاع اتنين منهم أصلا أظهرة دي أمبروزيو وكولاروف هل المسئولية مسئولية اللاعبين ولا مسئولية المنرب اللي يصمم على شكل واحد للعب وفعليا يعني هو مش عم بنجح بدونهم من أول ما بلعش معي وبنتو ستاليوم يعني كل ما حاول يطلع منه الطر يرجع لثلاثة في العرب بتذكرني هذا الشي صار مع كونتي يوما ما انصاب مهاجمين في اليوبي مش ذاكر أي موسم بالضبط فطلع كونتي بيحكي أنا بدأ دور على لاعب ثاني يلعب مهاجم فبدأ التسريبات والله جرب فيدال جرب بوغبة فأذكر مقال بإحدى الصحف الإيطالية كان جميل انه يا أخي انت بتعرفش انه فيه كرة قدم فيها مهاجم واحد بعض الأحيان وكان المقصود عن التحول الشي بيشبهه 4-3-3 أو 4-2-3-1 فيها المباراة اللي فيش عندك فيها إلا مهاجم واحد وهذا كله بلخص قصة الكل بيعرفها بكونتي انه من أهم المشاكل اللي بواجهها كونتي قلت مرونته من حيث شكل الفريق أو نهج اللعب يعني حتى اليوم الانتظار على أليكسي سانجز فيه مباراة انت مطالبة تفوس فيها فعلا لو بدك تكمل السباق نحول دوري مبكرا وتضغط الآخرين يجزل بدقيقة 83-84 وتقريبا يعني هيك تبديل عشوائي هنا بتوقف شوي بتقول لا فيش شي عندك انتي محتاج يتعدل ولو في عيب قضى على الانتر في الشوت الأول وخلاه يخسر به هدفين مش خطأ كرة روف للعلم فيه شيء قبل ذلك كان يصير روحوا على الهدف الأول هكان بيسلم الكرة في منطقة فعالة بيقدر يعمل منها تمريرة حاسمة لوحده وبيقف على الكرة بياخذ وقته لعنما يقرر ويمرر وبيضع زلاتان أمام المرمى وبيكون زلاتان واحد لواحد مع كرة روفو بيحصل على ركلة جزاء الهدف الثاني نفس الشيء ليهوا بيسلم الكرة بوقف عليها بيشوف المساحة لأمامه فبيعرف يروح على واحد لواحد ويلعب الكرة العرضية أيضا في المرتين وطول الشوط الأول تقريبا نفس الشيء لعب ميلاني بيسلم الكرة معه ثواني مش لحظة ثواني ياخذ القرار ويفكر هذا الشيء ساعدهم كثير يكونوا أخطر في شوط ثاني تحسن ثاني ناحية الانتر وقدر يضغط أكثر منع هذه اللحظات لللاعبين وفعلا هذا اللي خلى ميلان أقل خطورة في الشوط الثاني منه في الشوط الأول بس هذا الشيء بعد ما خسر الانتر باتنين مقابل لها شيء وكاد فيه خطأ آخر في الطرف الميلاني يخليهم يتعادلوا بعد الهدف الأول اللي جاء فيه هرناندز فصل ذهنيا تماما يعني اليوم أنا صدمت منه يعني اللعب أن تقدم هذا رهيب مع ميلان بس اليوم تفوق حكيمي عليه ربما واللعب اللي طلع تصريحات كانوا عملية تحدي لحكيمي خلته شوي تصرف بسذاجة ببعض المواقف يعني اللقطة اللي ضاعت فيها كرة حكيمي اللي بالرأس قبلها بدقيقة هو كان يتقدم للأمام بدون سبب وبطريقة غريبة ولما انقطعت الكرة منه أخذ يعني تقريبا 20-30 ثانية عندما بلش يرجع فهذا كله يعني كان يحسب له بأكثر من موقف وكان غير موجود فيه أكثر من تمرير خاطئة أيضا اللعب فصل ذهنيا اللعب محتاج يكون أهدى محتاج يتطور أكثر نعم هو من أفضل لعبين ميلان لكن اليوم ظهر أنه عنده مشكلة بالذهنية بتخوفك أكثر لو انضغط ميلان في منافسات حاسمة في دقائق حاسمة في مواجهات حاسمة عن نقاط سواء اللي بتآهر لدور أبطال أو حتى ربما للمنافسة على اللقب اللي حنحكي عنها في النقطة الأخيرة ولما أتكلم عن خروج فيو هرناندز من المباراة ذهنيا لازم هذا الروح كله مديح لحكيمي اللي قدم مباراة ممتازة صراحة صح أهدر كرة كانت حتكون فرصة لكن أداءه يعني هذا المركز اللي هو الظهير الهجومي ينتراكب عليه تماما اللعب عم بيقدر يعطيه هجوميا ودفاعيا فيه بشكل جيد وبعرف يروح على المرمى بشكل جيد وبعرف أيضا يخدم اسلوب اللعب بشكل ممتاز لا حكيمي صراحة قطع أشواطي كثير أسرع أنا شخصيا كنت أتوقع له في بداياته مع ريال مدري طبعا ما في داعي أمدح زلتان الكل بمدح زلتان والكل بيعرف شو زلتان زلتان اللي جاء وتكلمنا أنه والله يتوقعنا أنه جاي بس عقلية انتصارية وحماس والشباب ويشجحهم لا لا طلع جاي يكون أحسن اللعب في ميلا وهذا هو زلتان اللي أذكره من يوم آياكس لليوم بنفس الشخصية بنفس التصميم بنفس الإرادة اللعب اللي لما انقطع رباط صليبه تبعه أصبح نجم لما ساري يقولك أنا بتعافك الأسود والأسود بتعافاش كالبشر والرجل دائما بقدر يكون نجم في الملعب وخارجه الانتر مسك كرة أفضل خط وسطه كان مسيطرة على الكرة أفضل لكن كيسي وبالناصر اليوم قدمه أداء ربما مش مدهش هجوميا لكن كان ممتاز دفاعيا كيسي تفوق بدنيا يخرجوا خط وسط الانتر من معادلة اللعب فشفنا الانتر بيعتمد كثير على حكيمي يعني فيدال باريلا ممكن أكثر موقف موقفين فقط بس غير ذلك هم مش موجودين عشان يقدروا يصنعوا الفرصة الحاسمة والفرصة اللي قابل التسجيل استطاع كيسي وبالناصر أيضا صراحة يتفوقوا بالشخصية على خط وسط الانتر شخصيتهم كانت أقوى في الملعب محسوسة أكثر في الملعب اللعب الانتر مسك كرة بس في الأمور اللي ممكن نتوجه النتيجة كانت فيها الكفة ميل لكيسي وبالناصر ربما جمهور الانتر حيح تحسر على نتيجة المباراة لأنه هو مسك الكرة وقدر وصلها ثلاثة الأخير بس ما كانت قادرة تروح الكرة اللي تصنع الهدف مية في المية صح في موقف موقفين أجت فيهم فرص لكن الفريق غاب عنه الابتكار يعني صرنا عارفين تقريبا 85 دقيقة الأولى صرنا عارفين الكرة تروح للعمق العمق بديها لحكيمي حكيمي بدخل شوي بيلقى الطريق مسكر مش واحد لواحد بده يرجعها للعمق مرة ثانية والعمق بستنى شوي وبرجع يرجعها للحكيمي أو بوديهاها اليسر نفس دورة الكرة طوار اللقاء خلت لعبين ميلا متوقعين هذا الشي ما كان فيه نوع من المبادرة نوع من المفاجئة نوع من الحلول حتى ربما إطلاق بعض الخيارات الفردية عند اللاعبين ربما بكرة أو كرتين فقط وكانوا خطيرات غير هيك الانتر كان مقيد الانتر كان قليل الأفكار المختلفة كان فيه نهج والفريق عم بحاول يعيده ساعد ميلا على مواجهة هذا النهج أنه ميلا اليوم تفوق بالهواء بشكل واضح كتير فالكرات اللي كانت تتحول لعرضيات كان لعبت ميلا قادرين يتعاملوا معها بمعظم المواقف ربما موقف أو موقفين ثلاثت منهم ويعني مرت جنبل بول نختم بالسؤال الأهم ربما عن جمهور ميلا أو الناس اللي بتحب الدوري الإيطالي وبتحب ميلا من باب التعاطف معها هل ميلا بيقدر يفوز بالدوري؟ هذا الميلا؟ السؤال يعني إذا إجيت قلت لا هلأ ميلا جاء بفوز ومنتصارات متتالية خلينا نحكي على الأسماء لما نطلع الأسماء ما بين دكي وأساسيين بتقول لا مش هيقدر يجيب الدوري لكن اللي تعلمناه في الدوري الإيطالي أنا بتذكر كثير يوم عوسم الأول اللي جاء في الدوري أنه بعض الأحيان الظروف بتخدمك بعض أحيان أخطاء الآخرين بتخدمك فإنه اللعبين لقاهم مستواهم وأسماءهم مقارنة بالخاص ومو موجودين أو ما بتجيب لقب بس خلينا نسألنا مرحلة الذهب الأداء الاتزان الاستمراري من موسم ماضي بتخليك تقول في عنده شي بس اللقب بده ثبات أطول من مجرد خمسة أو ستة أو سبعة مباريات كثير فرق تيجي بدور الإيطالي بتبدأ 11 مباراة و10 مباراة 9 مباريات خلي نشوف نهاية مرحلة الذهب وان حيكون ميلا إذا كان ميلا بالصدارة أو قرب الصدارة ما بين نقطة أو نقطتين أو ثلاثة حنحكي آه بقدر ينافس لكن لو صار بعيد 8 أو 9 خلص نحكي لا كثير من هم نستنى كثير فرق انطلقت بشكل جيد بس قليل من هم اللي قدروا يوصلوا لنهاية مرحلة الذهب هم في الترتيب الجيد نوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معهم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام ترجمة نانسي قنقر